أثار توت عن خأمون اللي هي إحنا طبعاً في مصر يعني عارفين إنها موجودة مكتملة لماذا؟ يعني لماذا تم احتفاظ مصر بهذه الأثار بهذه المقبرة بشكل خاص وكان القانون يعني كان ممكن يسمح باقتسامها يعني الأول نوضح نقطة للسادة المشاهدين هل هي المقبرة الوحيدة التي تم الكشف عنها كاملة ولم تمس ولم تسرق؟ لا في مقبرة يويا ويتويا برضو الحمد لله طيب يعني في بعض مقابر؟ طيب توت عن خأمون شمعنا المقبرة دي الوحيدة التي تم الكشف عنها مثلاً ولو أنها مش الوحيدة والتي لم تسرق ولم تمس لنا أن نتخيل قصة جميلة جداً ودي ملوك في الوقصور في البر الغربي مقبرة توت عن خأمون اتحفرت وتوضع فيها الأثاث الجنازية وتوضع فيها كل ما لز وطاب من فترة توت عن خأمون بعد متين سنة جه ملك اسمه رمسيس السادس عمل مقبرة فوقيها كل الريديم اللي طلع من مقبرة رمسيس ستة غطى توت عن خأمون فلصوص المقابر قديماً ممكن من آلاف السنوات سرقوا مقبرة رمسيس السادسة الجديدة سرقوا الجديدة ولم يتنبهوا للأزيم أنه في مقبرة تحتها لغاية لما جه كارتر كارتر قصته كمان لذيذة جداً وقوية جداً كارتر كان بيشتغل معه وعالم آثار في ودي الملوك اسمه تيودور ديفيز هو بيشتغل معه اكتشفه مع بعض مقبرة تحتمس الرابع هو ورايح في الطريق في ودي الملوك لقى قطعة حجر صغير بنسميها أستراكا حجر من حجر جيري مكتوب عليها نبخ برورع يعني إيه؟ يعني توت عن خأمون ابتدى يدور على توت عن خأمون قال لا ده مقبرة لم تكتشف فعرف أن المقبرة قد تكون في مكان ما في قلب ودي الملوك ما كانش عنده فلوس ما كانش عنده الإمكانية لغاية لما قابل لورد كيرنافون واتفقوا أنه هو هيبقى سبانسر داعم هيديله فلوس عشان يعمل للحفايا وفعلاً خد موافقة مصلحة الأثار في الوقت ده سنة 1917 خد الموافقة وابتدى يحفر السنة دي لا ملقاش السنة الجاية ملقاش السنة اللي وراها سنة لغاية سنة 1922 لورد كيرنافون قال له اسمع بعد أنا فلست أنا صرفت فلوس كتير جداً لك ست سنين بتحفر ما لقيتش حاجة يلا خلاص اردم اللي انت عملته ده سبحان الله لما ده التعليمات بحف بردم الحفر الكلام ده ودي الملوك اللي راح لقصر نشوف أنه هو طريق زجزاجي ويطالع لفوق كده لما يوصل لغة الجبل ما كانش فيه مصدر المية كان المية بتيجى عن طريق شاب صغير كده من أسرة في البر الغربي في الأسرة اسمها أسرة عبد الرسول بيجيب زلعة المية على حمار وبيوصل هناك وبيقول له المية بتاعتك يا كارتر فالمهم كارتر قال له خلاص حطها على أي حجر مستوي كده سيب الزلعة المهم كارتر عمل ايه الولد عمل ايه الولد شاف حجر كده راح مسويه ورح جاب زلعة المية ورح حطها على الحجر اللي في الأرض ده وقال له المية بتاعتك هناك ويخط بعض وماشي ما عرفش يبقى كارتر أو أحد أعوانه قام عشان يشرب بص لقى الحجر لا ده حجر مهزب شال زلعة المية نضف الحجر اتضح أنه هو أول درج من 16 درج يؤدي إلى باب مكتوب عليه نبخ برورع يعني توت عن خامون فتح المكبرة لا كل ما لزه وطاب خمس تلاف تلتمية تمانية وتسعين قطعة من أجود وأروع وأجمل ما يكون عدد كبير جدا حيك قلنا دايما يعني تاني الرقم كم؟ خمس تلاف تلتمية تمانية وتسعين قطعة طب حيك قلت كلمة حلوة جدا يا دكتور دريد قلت إيه؟ عدد كبير مين هو ده تتعنخامون؟ شاب صغير تسع سنوات ومات تقريبا تسعة عشر سنة يعني حاجة كده فترة فترة قليلة مقبرته أصغر مقبرة في ودي الملوك مقبرة صغيرة جدا عشي يسيب كم هائل من الآثار جواها بشكل ده طب ما بالك لو كانت مقبرة رامسيس 2 تم الكشف عنها ولم تمس تحوت مستلاتة أو منحوت بالتالت الملوك العظام دول ده كنا يعني لقينا مئات الألاف من القطعة الأثرية لكنها للأسف طبعا منذ آلاف السنوات تعرضت للسرقة أو لم تكتشف؟ لا لا مقبرة يعني البعض منها لم يكتشف بعد؟ مقبرة تحوت مستلاتة مكتشفة في ودي الملوك مقبرة منحوت التلاتة في ودي الأرود جنب ودي الملوك مقبرة رامسيس 2 في ودي الملوك مكتشفة يعني دايما الفراعنة كانوا بيعملوا نوع من الخديعة حتى لا يصل أي حد من مكتشف الأثار أو من حرمية الأثار إليهم يعني يمكن لما نلاقي مقبرة زي تحوت مستلاتة كاملة بغرفة الدفن يعني ما أعتقدش قوي أنه له ممكن يكون مقبرة تانية لما الملك منحوت بتلاتة في مقبرته بالشكل ده في ودي يسمى الوادي الغربي أو ودي الأرود اللي هو جنب ودي الملوكة ناحية الغربية ما أعتقدش رامسيس 2 ممكن رامسيس 2 حكم 67 سنة رامسيس 2 مات على عمر 90 سنة تقريبا ممكن يكون عمل مقابرة تانية ممكن لم تكتشف بعد على كلمة السؤال حضرتك الزكي جدا ده يمكن أنا فهمته أنه هل يا مصطفى هل هناك مقابر ملكية في ودي الملوك لم يكتشف بعد لم تكتشف بعد أه طبعا لما نقول أن الرامسة مجموعة رامسيس أين مقابرة رامسيس 8 رامسيس الثامن لم تكتشف بعد فين مقابرة عنخ إس إنبق أمون مرات توت عنخ أمون لم يتم كشف عنها بعد فين مقابرة نفر تيتي لم يتم كشف عنها بعد البعض بيقول لا ده في احتمال تكون جنب أمونحوتب تلاتة في الوادي الغربي أو ودي ما يسمى الوادي الأرود أو البعض بيعتقد إنها تبقى مثلا في الجانب الحيطة أو الجدار بتاعتها عنخ أمون زي النظرية اللي كانت لها يعني فترة كده من 8-9 سنين بيكلموا عنها ما عرفش إنما هناك مقابر لم يتم كشف عنها بعد حضرك قلت في بداية الحلقة كلمة قوية جدا أثار مصر اللي تم اكتشافها والتي لم يكتم اكتشافها بعد هقول نقطة مهمة هنا ما نراه فوق سطح الأرض في مصر لا يتعدى لا يتعدى نسبة 40% ما يحويه باطن الأرض من أثار والدليل الاكتشافات اللي احنا عملناها على مدار 6 سنوات الماضية اكتشفنا آلاف من القطع الأثرية ولله الحمد يعني 60% من الأثار المصرية القديمة لم يتم اكتشافها بعد على الأقل على الأقل الدليل الدليل ان احنا كل موسم حفاير بنلاقي كمية كبيرة جدا من المقابر بنلاقي كمية كتيرة كتيرة جدا من الأثار بنلاقي أثار ندرة ودي الكلمة دي احط تحتها 500 خط ندرة بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى انه ربنا سبحانه وتعالى لما يوفقنا كبعصة مصرية ونعمل حفاير في منطقة سقارة ونطلع مميوات لأول مرة يتم الكشف عنها ايه زي ممية ايه؟ شبل الأسد هو محدش اكتشف قبل كده أشبال أسد لا البعصة المصرية اللي هو الحمد لله كلية الشرف ان انا بقى رئيس لهذه البعصة المصرية ايه شبل أسد لقينا خمسة دي طبعا محدش اكتشف قبل كده حاجات تانية من النوادر من النوادر لما نلاقي ممية حيوان النمس لم يتم الكشف عنها قبل كده حيوان اسمه الفيرفت مونكي اللي هو نسناس ممية نسناس محدش لقىها قبل كده ولله الحمد لقينا ممية جعران جعران محمد ايه الحمد لله زائد الحمد لله البرضيات الكاملة التي لم يتم الكشف قبل كده إلا بمية وعشرين سنة كان بيتم اكتشاف برضيات الحمد لله اكتشفنا برضيات مؤخرا والحمد لله تم الكشف عن أربع برضيات كاملة البرضية الوحدة ما يقرب طولها إلى ستاشر متر تعريبا ستاشر متر البرضية الوحدة ترجمة نانسي قنقر